وخليني أقول كلمتين لإخواتي وحباهيبي واصحابي يعني بطلي مثالية بيجيلي شكاوة كتير جداً وبيجيلي على البرنامج اللي هو شفتي شفتي فلان اللي جايب عربية هدية لمراته ومراته اللي بتشتغل ولا شقيانة وما عارفش وما كميتش تعليمها وقاعدة في البيت وبنشوف كل اللي هي الست جوادي وجزها مدلحة آخر دلع بلاي في الآخر كلمة ما هي مهتمة بيه هو بس هي ماش دعو عارفيني دخلتي بيتها هتلاقي عادي مكركب مش مهم الدنيا تتشلت تابد مش مهم الولادي يذاكروا باش معطعش ريانها وقاعد عمالة تذاكر وتقبط وتضرب بالشبشب وبالمسطرة والوكتب لا بردة خالص عادي موقفة كل المواتير يعمل الودي ينامي يقومي يكسري مش مهم لكن ييجي سبع البرنبة تها لابسة وجميلة وريقة ما هي الرواءة دي الرواءة دي بتيجي من هنا ما أنا لازم أبقى زكية زي ريقة أنا ست ريقة فييجي جوزي يلاقيني ريقة ما يعرفش بقى أن الولاد بقى اللي أنا حرقة بقى الستة التانية اللي هو الاحتراق اللي عمالة تذاكر وتنظف وتشيل وتمسح وتطبخ لا ما هو جاي مش شايف كل الكلام ده فأنتي مش مطلوب منك تبي مثالية أنا بقولك كده ما تبقيش مثالية صحتك هتروح وصحتك النفسية دمك هيتحرق ويجي لك الضغط وشعرك يقع ويجي لك اكتئاب وهتنامي بالمنومات أيها هيوصل كل ده مشوار حياة وفي الآخر الولاد بقى اللي أنت شئتي عليهم آه طبعا الحباهيبنا طبعا ربنا خلهم لنا كلهم لكن هيكبر هيتجوز تلاقي مراته قاعد جنب مراته كده لو ما عمسش طبختله عادي لو ما جاي لبسه مكرمش نازل رايح لمامتو بلبسه مكرمش فمامتو بوصله اللي أنت بقى حرق دمك ها عادي بيحبها مبسوط هي ريقة ست ريقة فما تعمليش في نفسك كده مش لازم تبقي مثالية ادي على قد ما تقداري ومش لازم فلوسك كلها رايحة عالبيت خليها لنفسك انزلي رواقع على نفسك اعملي شعرك روح يخسي آه تنظيف باش را آه جسمي يبقى حلو أجي بلبس حلو كده لأن اللبسك جديد والشوفنج ده بيغير النفسية مش لازم كل شهر تبقي عاملة جمعية ودخلة مقصتها كذا وكذا وكذا وتيجي تبقي محروق دمك على مجهودك طول الشهر عشان ابنك عايز بتليفون جديد وعشان عايز تابلت معرفش ايه وعايز يغير ايه هو مسؤول ابو واقولك على حاجة عملتي كل ده ابو بيبقى سكر وعسل سكر وعسل وشربات يعني انت حتى كل فلوسك ومحروق دمك وانا جيبت لكم وعملت لكم وييجي بقى لو بابا قال له كلمة بيبقى أمر طب ما دم هو عسل وشربات وأمر سيبيهم لباباهم هو يتصرف لما يجي يقولك أنا عايز قلبك ده الطاري ده نش فيه لباباكي حبيب روح لباباكي حبيب فيبقى الأب هو ليشيل مسئولية انه يجيب لو هو زعله ما يجيبش ان شاء الله ما جيب عادي روائي على نفسك وهدي أعصابك وشيلي كل المسئوليات دي مش كلها مش كلها هتشيليها زي ما أنا بشيل هو يشيل ما شلش أنا مش هشيل عشان كده أنا بقولك المثالية دي وهم هيدمر أعصابك وحياتك وفي الآخر ولا حياة قلت كلمة تنلعج